السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمني ويا مفقه سليمان فقهني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عندي أسئلة من اللقاء السابق في مكالمات يلا تفضل جميل تفضل جميل مساء الخير شيخ عندي عندي سؤال أولا والله سألي سألوها ستغير تفضل الله يتفضل عليك بالخير والعافي يا رب الشيخ عندي ساكن وصف ثلاثة مساكن بسجدين وقامع كل واحد يبعد عن بيتي مئتين وشتين متر نعم وكنت قبل أربع سنوات ما يأذن الأذان مع ظاب البسجد أو في الطريق في كل الفروق ومن أربع سنواته جاي منيات الكرونية بعدين عفاك الله جاي قالي مرغ في رقلي ما أقدر أسوق الشيارة إذا أخلي ريولي فوق البترول ما ماتي مااتي فوق الفراع بالبعضي ماوغدوكو السيارة ولو حتشلني من ناكلة هذه العتبات كل مزجد ثان عتبات 20 و20 مجموعة 60 مجموعة نجموعة 60 مجموعة نعم وطبعاً أنا أصلي على كرثي نعم ويتعايي عندي أولاد ماشاء الله حدى عشرة حدى عشرة في ذكروا ملاتك كل واحد بيتي لم يكن أولاد صغير وعند زوجه عند أربعة أولاد ولكن لا أحد يصلي مزيد ويتعايي وأكثر صلاتي أكثر صلاتي أخذ نسكيت القمعة ما روح وما قدر أستخد ومشك فيك وطلع لي هذه الأشتبات وهذه الأشتبات وصفة فوق وقعدنا لبسي عالي أنه على البسي يتحر من الخلف أقلت راتي تخطف وقعي وأقلت أصلح أنه عالي شعال بسي ومنها في القبيل أباه أشوف يا شيخ أقف له في المسلع وأصلي في البيت لكن على كل فرض أنا أصلي مرة أرد مع النذات وكل فرض أقوم يعني كل فرض تعيد مع فرض يعني؟ لا لا يعني كل فرح أقول أنك تصلي على الأذان أيوه مستقيم في الأول الصلاة في البيت تصلي أوقل الوقت أول وقت نعم شاء الله جميل أبشر السؤال الثاني لو سبحت عند المسجل الجامعي يتخالفون عليه ثلاثة واثنين وأربعة حتى والخامس اللي ينظف المسجد ومن يسبق منهم أبو شيخ لكن واحد منهم يأذن الفجر ويأذن المغرب يقول حيوا على الصلاة حيوا على الصلاة حيوا على الصلاة حيوا على الفلاح وأنا خبرتك في الأنسان يقول حيوا على الصلاة قال شاء الله شاء الله ما أسئلت مع الكلام شاء الله يا أخي جميل أبشر بحول الله والثاني بعد جواب إمام يقول أكبر 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 أن أكبر أن الله بذكر شاء الله أبشر جميل تسمع الجواب بحول الله أعطيك العافية أعطيك مرحبا مرحبا من فضليم علي السلام عليكم عليكم السلامة الله السؤال الأول يا شيخ إذا كان مغاضبة على سنة الوضو وتوضيت لصلاة الفجر هل أصلي علي حالة وسل السنة لحالة يعني أنت أصر متوضئة لا لا أنا أصلي بعد الأجزاء أيوة وهل يجب أصلي علي حالة وأصلي سنة الفجر شاء الله مغاضبة عليها شاء الله والسؤال الثاني يا شيخ أنا أصلي العشاء أصلي راتبة العشاء وبعد أصلي أربع وفي السلسة الأخير الليل أصلي حداشر رقع هل جميل السنة أو لا أبو أعرف السنة في قيام الليل طيب للسنة الصحية إن شاء الله يا شيخ السنة في صلاة الضحى نواضب عليك مرقع طيب جزاك الله خير يا شيخ من أمس النصيحة في الوسوات الحمد لله من مبارح مقتزم عليها الحمد لله شعرت براحة جزاك الله خير اللهم لك الحمد لله الله يبارك فيك يا معلي تفضل يوم إبراهيم كما عليكم عليكم السلام يا شيخ عندي أربع سنة تفضل سأل أول نراحط في الحرم أحيانا بعض المصليين يكون نايم بين الصلاتين لما يؤدن أبان يعني يقوم وصلي بدون أن يتوضع كيف يعني كيف يعني هو في الحرم جالس يعني يكون نايم 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 لما يؤدن يعني حتى بعض المصليين لما يؤدن يعني يقوم وصلي بدون النوضو إن شاء الله هل يأثر على العصاة بعض الناس عن هل يقطعوا نصف طيب سؤال الثاني يا شيخ في الحرم كان فيه يعني لساء كثيرة يقحون وما كنت شاء الله معي كمم فصليت بالنقاط شو الحكم إن شاء الله سؤال الثالث يا شيخ أخوي نسى خلص العمر بعد العشاء ونسى يتحلل فراح صلى الفجر بالثوب وحت أطر بعد صلات الفجر تذكر أنه ما تحلل هل ينزم شيء؟ يعني نبس الثوب وتعطر ها؟ أيوة شاء الله صلى الفجر بعدين تذكر أنه ما تحلل لن يتحلل طيب سؤال الرابع يا شيخ ثوب الصلاة جدا طويل يعني أكثر عن ذراعين شو نحكم الصلاة فيه عادي؟ من المرأة يعني؟ أيوة المرأة طويل أكثر من ذراعين؟ أيوة شاء الله يا مبراهيم شكرا خير مرحب أختي طيب أرجع إلى الأسئلة طبعا بالأمس بقي عندي الأخ أبو محمد من قطر وأيضا الأخ أبو فيصل من السعودية لكن قبل ما أبدأ عندي سؤال من إحدى الأخوات من الصم وهي الأخت شيرين بارك الله فيها أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة تقول يعني ما فضل سورة الملك وهل نقرأها كل ليلة وهل هي يعني تنجي من عذاب القبر أختي شيرين بارك الله فيك أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له شفعت لصاحبها حتى غفر له وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء أثر عن ابن مسعود أنه كان يقول كنا نسمي سورة الملك بالمانعة بالمانعة وأنه تمنع من عذاب القبر وهذا صح عنه بالإسناد الصحيح رضي الله عنه ومثل هذا الحديث أو مثل هذا الأثر لا يقال من قبيل الرأي فيكون له حكم رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يتعلق بأمر غيبي عليه أخت الفاضلة يسن قراءة سورة الملك التي هي سورة تبارك كل ليلة كل ليلة يواضب عليها الإنسان وإذا قرأها الإنسان أحيانا في صلاة العشاء مثلا قسمها على ركعتين أو قرأها في سنة العشة البعدية أو في قيام الليل أو سنة المغرب لأن لأن يبدأ قراءة سورة الملك من بعد غروب الشمس يبدأ قراءة سورة الملك من بعد غروب الشمس بارك الله فيك أبو محمد من قطر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي قول عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه هل هذا يدل على أن هناك كان عندهم بقايا دين أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لقريش كانوا يعرفون الله عز وجل ويحبون الله ويخافون من الله وأيضا يتقربون إلى الله عز وجل المشكلة التي كانت في قريش أنهم كانوا يصرفون بعض بعض أنواع العبادة لغير الله وهذا الذي بعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه من أجل هذا حتى يكون الدين خالصا لله والعبادة خالصة لله عز وجل لأنهم كانوا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاورهم ويناقشهم لماذا تتجهن إلى هذه الأصنام وهذه المعبودات قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهم جعلوا وصائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتقربون إليهم بالقرابين وبالنذور ويستغيثون بهم هذا هو الشرك الأكبر الأعظم وإلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا قريش ما كان يقول لهم اعتقدوا بأن الخالق هو الله أو الرازق هو الله أصلا يعرفون هذا الشيء ولذلك قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم لا يقولون الله ولئن سألتهم يعني توحيد الربوبية توحيد المعرفة والإثبات كانوا يثبتونه لكن كانوا يشركونه في العبادة يشركونه في الإلهية وكان بقايا الدين إبراهيم عليه السلام وكان هناك ناس من أهل التوحيد يعني عندك مثلا ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل كان يلقب بالقس لماذا؟ لأنه كان للتوحيد حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي أول ما جاءه في غار حراء وخشي قال زمّلوني زمّلوني وذهب إلى خديجة يقولها زمّلوني زمّلوني فقالت قالت له ما وراءك يا رسول يا محمد قال خشيت على نفسي فذكر لها قالت والله لا يخزيك الله أبدا أنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على أنه بالحق فذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان يكتب بالعبرانية وقيل بالعربية وكان يعني متأله ما يتقرب إلى هذه الأصنام والطواغيت من المعبودات التي من دون الله فقالت له يا ابن عم اسمع ما يقول ابن أخيك فقال قل فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام تعجب ورقة ابن نوفل قال هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يعني هذا الناموس اللي وحي جبريل قال قال يا ليتني فيها جذعا يعني يقول يا ليتني شاب في دعوتك حتى يعني أكون من أتباعك يا ليتني كنت فيها جذعا ثم بيّن له بأن بأنه سيخرج يخرج فقال النبي عليه الصلاة والسلام لورقة ابن نوفل قال أو مخرجيهم يعني من وطني وبلدي قال نعم ما أوتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي المقصود بأن كان عندك زيد بن نوفل هذا كان أيضا على التوحيد عندك قصة بن إياد الساعدي أو نعم قصة بن إياد عندك مجموعة من العرب كانوا على على دين إبراهيم على التوحيد فعبد المطلب كان يعرف الله ويحب الله تقرب إلى الله لكن كان يشرك بالله كان يتقدم إلى هذه الآلهة فيجعلها وصائط بينها وبين الله ولذلك يعرفون بأن الكعبة بيت الله القضية الكبرى والخطيرة هو صرف العبادة لغير الله وهذا التي كثير من المسلمين ما فهم هذا الشيء ما فهم هذا الشيء قل جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فالقضية الكبرى التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار العرب والمشرك العرب ما كانت قضية إثبات وجود الله هم يؤمنون بأن الله موجود بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر حتى يعتقدون بأن الذي ينزل المطر هو الله ينبت الشجر هو الله وين قضيتهم مشكلتهم أنهم يصرفون العبادة لغير الله يجعلون بينه وبين الله وصائد بارك الله فيك أبو فيصل أمن السعودية بارك الله فيك يسأل يقول بعض الناس إذا ابتلي بالأمراض والأسقام يظن بأن عقوبة من الله دنيوية مثلا ويصاب بشيء من الهلع والخوف وشيء من هذا القبيل أخي أبو فيصل بارك الله فيك بالنسبة للابتلاءات الحاصلة في دنيا الناس إما أن تكون لرفعة الدرجات وتكفير السيئات وإما أن تكون عقوبات من الله عز وجل بسبب الذنوب والخطيئات ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أشد الناس بلاء قال الأنبياء فالعلماء فالصالحون فالأمثل فالأمثل وهذا ورد من أكثر من طريق لكن جمعته في هذا الترتيب ولذلك الأنبياء من أشد الناس بلاء وهي ليست عقوبات لهم العلماء كذلك الصالحون كذلك الأخيار العباد الذين على المنهاج السليم والطريق القويم هؤلاء هذه ابتلاءات من الله لرفعة الدرجة وعلوم منزلة وحتى يرفع الله عز وجل من شأنهم ويعلي من منازلهم ويلقوا الله عز وجل وليس عليهم خطيئة وليس عليهم خطيئة فأمن الناس من يبتلى وخاصة إذا قوي إيمان العبد زيد له في البلاء حتى يزاد له في الأجر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوما ابتلاهم ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء ولذلك هذا في الغالب قال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمْرَاتِ وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ النوع الثاني عقوبات نعم عقوبات من الناس من يعاقب هو أدرى بنفسه هذا الشخص الذي جاءته مصيبة أو بلية أو كذا ويذكر ذنب ظلم فيه إنسان مثلا أو اعتدى على آخر أو مثلا هتك عرض والعياذ بالله أو شو سمعة إنسان أو شيء من هذا القبيل سلط الله عليه هذه عقوبات صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة يعني في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من العذاب من العذاب يعني من البغي وقطيعة الرحم البغي يعني بعض الناس الآن يستسهل كلمة في مسلم يقولها فتسخط الذي على العرش استوى تسخط الله سبحانه وتعالى وهذا يقولها بملء الفم يقوله مرتاح ما يبالي شو سمعة إنسان قذف إنسان أو شو سمعة إنسان أو قذفها في عرضها مثلا أو آذى مسلم أو قطع رزق إنسان مثلا ويضحاك بملء الفم وما يدري أن الذي على العرش استوى غاضب عليه صلط الله عز وجل عليه يقول جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم وما أصابكم نعم الآيات التي فيها بيان بأن الله تعالى إنما يصيب بعض الناس بابتلاءات بسبب الذنوب بسبب الذنوب وما يعفو الله كثير وما يرفع الله عز وجل من العذاب كثير قل جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ما ترك على ظهرها من داب فلذلك ربنا جل وعلا يعاقب في الدنيا قبل يوم القيام لكن أن يعيش الإنسان في هذا الأمر بحيث أنه يصاب بعقدة من الخوف والفزع ما استفاد شيء ما استفاد شيء إنما الإنسان يستفيد من هذه الابتلاءات وهذه المحن التي تمر به حتى يتجاوز فإذا كان ظلم مخلوق يروح يتسامح منه يتحلل منه مثلا يقوله سامحني ورد الحق إلى أصحابه يكذب نفسه إذا شوه صورة إنسان يقوله جمعة الخير أنا يوم من الأيام تكلمت في مجلسكم وقلت عنه فلان ترى والله أنا وزني الشيطان يعني دفعني الشيطان ضعفت أمام الشيطان ترى الرجل بريء ترى الرجل صالح ترى المرأة هذه نقية وصالحة وطيبة ما يصلح إلا هذا وإلا لو لقي الله عز وجل وفي عنقه مظالم سيكون قصاص يوم القيامة ويوم القيامة لا دراهم ولا دننير ولا ريالات ولا جنيهات ما فيه حسناته سيئة حسناته سيئة لكن المهم أن الإنسان يعتبر وبعدين أبو فيصل السلف الصالح رضي الله عنهم حتى في الحالة الأولى كان دائما يتهمون أنفسهم يعني مثلا إذا ابتلي بمرض ولا خسارة ولا مشكلة قال لي هذا بسبب ذنبي وقد لا يكون عنده ذنوب كبيرات يعني هو هو يعني صالح وعابد ومتأله ومتنسك ويقول له هذا بسبب ذنبي هو ما عنده ذنوب لكن هذا من باب هضم حق النفس حتى لا يعجب الإنسان حتى لا يقول والله أنا والله الله راضي عني فابتلاني عشان يرفع من درجتي هذه ما يبطريقة يعني فعلا أولياء الله سبحانه وتعالى لذلك دائما يزكون أنفسهم وأنهم يتهمون أنفسهم يقولوا لا بسبب ذنوبنا لأنهم قصرين بعد أن الذنب ليس فقط أن يكون خطيئة التقصير في حق الله ذنب يعني عدم أداء الواجبات الحقوق الفرائض أحيانا يقصر فيها الإنسان ترى هذا ذنب هذا ذنب بعض الناس يفهم الذنب فقط المعصية من أشد من المعصية اللي هي ما يتعلق بالشهوة ترك الفرائض ترك الفرائض فلذلك يا أخي الفاضل المسألة هي توازن و اعتدان توازن و اعتدال الأصل أن الإنسان إذا بتولي يراجع نفسه يحاسب نفسه كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا ليوم العرض ثم تلا قول الله عز وجل يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية أبو فيصل يقول للأسف كثرة قطيعة الرحم هذه الأيام فهل من كلمة يا أبو فيصل بارك الله فيك والله ليه كلام كثير ومنشور حول قضية قطيعة الرحم ولا شك بأنه وللأسف الشديد كثير من الناس يعني استهانوا بمسألة الرحم وحصلت قطيعة عند كثير من الناس لأتفه الأسباب و لأبسط الأشياء تجد يقطع رحمه يقطع الأب أباه و يقطع عفوا يقطع الولد أباه و أمه مثلا يقطعون أقاربهم و أرحمهم لأسباب تافهة جدا و هذا حقيقة أن يدل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان و قلة اليقين و ضعف مراقبة الله عز وجل و ضعف التقوى في القلوب الرحم هذه شأنها عظيم الله عز وجل قال الذين يصلون و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ما أمر الله به أن يوصل و الرحم لما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الله بين يدي الله قالت هذا مقام العائد بك من القطيع فقال الله تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك و أن أقطع من قطعك قالت نعم قال فذلك لك و لذلك من وصل رحمه و وصله الله و من قطع رحمه قطعه الله و الرحم قطيعت الرحم يعني مصيبة عظيمة جدا فلذلك الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصاره حديث واحد والله يقشعر له البدن و يجعل كل من عنده إيمان و تقوى و مخافل لله عز وجل أنه يحرص على أن يصل رحمه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحم و لذلك للأسف الشديد أغلب الناس الآن قطيعتهم لأرحم لأجل دنيا لأجل دنيا و يعتقدون بأن الأمر سهل لا ليس بهذه السهول هذا عند الله عظيم تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم لا لا المسألة خطيرة الله عز وجل يبارك أهل البيت بسبب صلة الرحم حتى لو كانوا فجارا حتى لو كانوا فجارا أهل معصية و أهل كذا الله عز وجل يزيد في أموالهم و يزيد في أولادهم و يبارك لهم لأجل الرحم هذا يدلنا على قيمة الرحم في الإسلام و مكانة الرحم في الدين و جاءت بهذا نصوص كثيرة الرحم سبب من أسباب البركة سبب من أسباب الخير الحرص على الرحم مهم يعني الإنسان يتشبث بهذه الرحم و لا يقطعها لأي سبب من أسباب إلا لأمر يعني لا يملك الإنسان معه قدرة مثل قضية يعني الإذاء الشديد الاعتداء مثلا هذه مسألة أخرى لكن الناس الآن و أنا حقيقة من خلال يعني معايشتي لواقع الناس ما جاءني يوم الأيام مثلا شخص قطع رحمة لأنهم والله مثلا يعني عندهم مخالفات شرعية عندهم مثلا معاصي عظيمة يجاهرون بها و لا يبالون أبدا قليل جدا يمكن يحصل في أشياء نعالجها أيضا لكن أغلب الناس أبدا دنيا ما عزمني ما عزمتني قالت كلمة يمكن تقصدني قال كلمة يمكن يقصدني أنا مثلا أو شيء من هذا كلها دنيا كلها دنيا عندي عندي قصص والله العظيم أنها أنها تجرح يعني أخت وهنا في البرنامج اتصلت أختها قاطعتها سنوات ليش والله ما علمتني أن بنتك انخطبت ما علمتني أن بنتك انخطبت ليش ما علمتني طيب هذا أسرار عوائل ما يلزم لست بولي عليها ولست بكذا والمسكينة هذه تحرص على أنها تصطلح ما أخته هذه مصرة على عدم الاستجابة وللأسف للأسف وهذا والله شيء مؤلم في من الناس من يعني يمارسون قطيعة الرحم بكل فجاجة وهم من أهل الصلاة وأهل القرآن يقرؤون القرآن يقومون الليل يصومون النهار ويكثروا من التسبيح وذكر الله عز وجل لكن إذا يعني تأملت وجدتم يقطعون الرحم والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام هذا من أعجب العجب وين ما قرأتم في القرآن فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم الله عز وجل قال أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم هذه الآية تقفزونها ولا تمرون عليها كذا من دون تدبر من دون تدبر شيء عجيب جدا وإذا تأملت في السبب تافه كل دنيا كل دنيا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام شوف كيف حرص الإنسان على الرحم وتمسك بالرحم حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذا الرجل قال يا رسول لي أرحم أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول إن كنت كما ذكرت فكأنما تسفهم المل المل أكرمكم الله الرماد الحار تضع في أفواههم كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله الغهير ما دمت على ذلك إذا أنت مستمر على هذه الحالة ملائكة من الله عز وجل يؤيدونك وينصرونك ويردون عن عرضك ويقذفون الهيبة في صدورها في صدورها امتجاهك أنت فلذلك أخواني بارك الله فيكم عودوا إلى الله اتقوا الله في الأرحام يعني ارتفعوا واسموا بأخلاقكم عن مثل هذه الأشياء الدنيوية الطينية السفلية اللي والله أصبح الناس عند يعني استعداد سريع جدا أن يقطع العلاقة بينه بين أخيه بينه وبين أخوه بينه وبين أخته وأمه ووالده مثلا هذا شيء فضيع وهذا والله يجعل الديار بلاقع ويمنع القطر من السماء ويمنع البركة قد ينزل القطر لكن ما في بركة ما في بركة صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع جميل من عمان يقول يعني أنا يقول عندي ولله الحمد ثلاث مساجد يعني تبعد عني ميتين وستين متر يقول الحمد لله كنت يعني ما يؤذن المؤذن إلا أنا في المسجد أو في الطريق للمسجد يقول من بعد كورونا مرتوى عندي مشاكل في الرجل ما أستطيع أني أصل المسجد حتى يوم الجمعة وعندنا درجات المسجد مرتفعة يقول يعني لو صليت في بيتي مثلا في بداية الوقت هل هناك شيء يا جميل بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك أخي الفاضل يقول الله عز وجل فتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمرا فأتوا منه ما استطعتم فأنت إذا كان ما عندك القدرة في الذهاب إلى المسجد بسبب المشكلة اللي في القدمين والرجلين وما عندك أحد يوصلك أنت معذور ولله الحمد والمن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر إلا من عذر وأنت معذور لكن قلت لي بأن عندك ما شاء الله مبارك 11 ولد يعني ما يمكن واحد منهم يتبرع يوديك خاصة يوم الجمعة لأنك إذا يعني مثلا صلاة الجمعة يعني مهم جدا أنك ما تترك أكثر الجمعة متواليات وبعدين ولله الحمد يعني ممكن أن العيال ما شاء الله مبارك ذكرت أنهم موظفين ممكن أنهم يعني يأتون لك بسائق مثلا يوديك ويجيبك ولله الحمد للمسجد أو أحد جماعة المسجد من جماعتكم أنا أجزم يقينا بأن لو أحد من جماعة مسجدكم اللي في الحارة عرف بأنك يا أخوي جميل بأنك أنت ترغب في الصلاة يمر عليك ويأخذك تتواعد أنت وإياه ويركبك في السيارة ويوصلك وبعدين أنا يعني أوجه رسالة لإمام المسجد أو المسؤون عن المسجد أن يجعلون يعني هناك يعني مكان لصعود كبار السن يسهلون لهم قضية يعني المنحدر هذا للصعود إلى المسجد وهذا والله الحمد معمول الآن في مساجدنا هنا مكان لأصحاب الكراسي اللي هم المعاقين مكان لكبار السن مثلا فهذا طيب يعني لا بد من الالتفات إلى الفئة الكبيرة البركة هؤلاء البركة يلتفث لهم أيضا يصنع لهم شيء يعينهم على الصعود إلى وحمد الله ما يكلف شيء وإذا ما استطاع المسؤول عن المسجد الحمد لله جماعة المسجد أكيد فيهم الخير والبركة أيضا يتبرعون بوضع درج أو سلم أو منحدر يسهل عملية الصعود وعملية النزل أنا أنصحك يا أخي جميل ما دام أنك طلبت نصيحاتي أنك ما تفوت صلاة الجمعة ولا الجماعة وذلك ببذل الأسباب العيال يستأجرون لك سائق يوديه وقت الصلوات الجيران واحد من الجيران يتكفل يوديك ويجيبك إلى البيت إذا والله صعب الأمر ما استطعت ولا في مجال والعيال ما عندهم القدرة لا تترك صلاة الجمعة لو كلفت عمرك شوي يعني حضور الصلاة إن شاء الله خير خير لك جميل من عمان يسأل يقول فيه بعض المؤذنين الذين يقومون بالأذان يخطئون في الأذان يعني يقول مؤذن يقول حي على الصلاة ويقول أكبر وشيء من هذا القبيل جميل بارك الله فيك الحمد لله الغالب على المؤذنين في البلاد الإسلامية أنهم يؤذنون أذانا سليما صحيحا لكن يوجد صحيح بعض المؤذنين هدان الله وإياهم يؤذنون ويلحنون في الأذان واللحن هذا على نوعين لحن جلي ولحن خفي اللحن الخفي يعني أمر سهل لكن المشكلة في اللحن الجلي فمثلا إذا قال المؤذن الله أكبر ما صح أذانه ما صح أذانه أخطأ لما يقول الله أكبر هذا استفهام والعياذ بالله ما يصلح أو يقول أكبر الآن تغير المعنى الله أكبر إذا مدين قلنا الله أكبر صار معناها الطبل هذا في لغة العرب كذلك يعني للأسف ما ذكرت حيوا على الفلاح كيف حيوا على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا فهذا المؤذن إما أن يلتزم الألفاظ الشرعية ويعتني أيضا بجمل الأذان على ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا يترك ما يجوز له يؤذنه ويلحن اللحن الجلي يجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وإذا كان يتبع جهة رسمية يجب أن تعيد فحصه واختباره وامتحانه من جديد إذا كان يتبع جهة رسمية أما إذا كان متبرع يقال لا رح تعلم أول وتعال أذن بارك الله فيك أم علي من السعودية طبعا أم علي ما شاء الله بشرتنا اليوم عطيتها أربع نصائح بالأمس القريب أمس وقلت لها لأن تعاني مشكلة وسواس اليوم الحمد لله بشرتنا وقالت اللهم لك الحمد يعني شعرت بالراحة وشعرت بكذا وهذا اندل على شيء فإنما يدل على استعداد أم علي للاستجابة للنصيحة وأنا أستثمر هذا وأقول لكل من اتصل بنا من الموسوسين أو اللي يعانون من الوسوسة وبعدين قالوا والله ما استفدنا أنت ما عندك استعداد وأنت ما عندك استعداد أم علي اللهم مبارك أربع وعشرين ساعة بس ما من أمس إلى اليوم قالت وين تغيرت ليش لأن عندها استعداد قبلت النصيحة بدأت تطبقها عمليا وفي كثير وللله الحمد يبشروننا يقول الحمد لله تخلصنا من جحيم الوسوسة وعشنا نعيم اليقين الآن في نعيم اليقين ويعين معين يقول نحن الآن في نعيم اليقين ومرتاحين ومرتاحين في ناس لا إلى الآن من سنوات يتصرون بنا ويعرفون أنفسهم ويتابعونني الآن نساء ورجال من سنوات أبدا يكررون ليش ما عنده استعداد هو أصلا ما استطاع أن يسيطر على نفسه ما استطاع أن يتغلب على وسواس ما عنده استعداد هو يأخذ فقط الوصايا وكأنه يدخل من هنا ويطلع من هنا ما يصرح فلذلك اللي فعلا يريد أن يتخلص من الوسواس عليها أن يتبع النصائح اللي نذكره ثبتك الله يوم علي وبارك الله فيك وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنة أن يعافي كل موسوس اللهم آمين أم علي تقول بأنها مواضبة على سنة الوضوء مثلا تقول لو توضأت مثلا لصلاة الصبح وأردت أن أصلي يعني سنة الفجر القبلية ممكن أصلي سنة الوضوء مثلا أم علي الجواب نعم لأن هذه من ذوات الأسباب هذه من ذوات الأسباب وإن كان السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أذان الصبح ما يصلى إلا تحية ما يصلى إلا سنة الفجر القبلية فقط لكن مدام أنت مواضبة على سنة الوضوء في كل مرة مواضبة ليجوز أن هذه من ذوات الأسباب بارك الله فيك أم علي من السعودية تقول أنا أصلي العشة وبعدين راتبة العشة وأصلي أربع ركعات وفي قيام الليل أيضا أصلي أربع ركعات تقول هل هذا الفعل صحيح أم علي بارك الله فيك الجواب نعم أولا نقط الفاضل أنت إذا صليت العشة بعد العشة سنة راتبة بعدي من السنن الرواتب هذه اللي من صلىها واضب عليها بأن الله لو قصرا في الجنة بعد ذلك يبدأ قيام الليل قيام الليل صليت أربع ركعات في أول الليل طيب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل بيته وبعد العشة صلى أربع ركعات تصليين آخر الليل تقسيمين أربع ركعات وبعدين تصليين ثلاث ركعات حتى يكون المجموعة دعشة ركعة أول الليل وآخر الليل الأمر واسع ولله الحمد والمن أم علي تسأل عن صلاة الضحة تقول كم يعني ركعة وهل يمكن أن نواضب عليها أم علي بارك الله فيك بالنسبة لصلاة الضحة سنة مؤكدة فالراجح من أقوال أهل العلم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله صلىها ولأن أوصى بها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة أنه كان يوصي بصلاة الضحة بل إنه في حديث السلامة يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميلة صدقة وعمر من المعروف صدقة ونهي على المنكر صدقة وأن تصلح بين اثنين صدقة وأن تعين الرجل على دابة صدقة وإلى آخر ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحة فدل هذا على فضيلة صلاة الضحة وأنها من السنة المؤكدة فالمواظبة عليها سنة ولله الحمد والمنة وإن كان هناك خلاف لعند بعض العلماء لكن هذا هو الراجح هذا هو الراجح أنها سنة مؤكدة أقلها ركعتان واختلف العلماء في أكثر قيل أربع وقيل ثمان وقيل اثنى عشر ركعة لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم هاني أنه صلى ثمن ركعات في مكة في عام الفتح في عام الفتح اختلف العلماء هل هذه من الضحة أم صلاة الفتح من أهل العلم ذهب إلى أنها من صلاة الضحة وأن صلاة الضحة أكثر ركعات ثمن ركعات ومن أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الفتح هذه لأنه سعد ابن أبي وقاص صلى الله في القادسية صلى ثمن ركعات قال هذا صلاة الفتح عموما الأمر واسع في هذا ركعتين أربع ست ثمان عشر 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 الأمر واسع بارك الله فيك أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل تقول شاهدت في الحرب بعض الناس ينامون نوم مستغلق ثم إذا أذن المؤذن قاموا وصلوا من دون وضوء ما حكم ذلك أختي أم إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة للوضوء له نواقض ومن نواقض الوضوء النوم المستغلق وضبطه العلماء بأن الإنسان لا يشعر بنفسه ولا بمن حوله وبعض العلماء قال إذا رأى أحلام أو رؤى أو شيء قالوا هذا نوم مستغلق هذا نوم مستغلق هذا الذي ينقض الوضوء أما النوم الذي ينام الإنسان وليس هو مستغلق فيه مثل الخفقة والخفقتان يعني يسقط الرأس هكذا ويرفع مثلا هذا الخفقة يقولون ما جاء في حديث آنس حتى ذكر خفق رؤوس الصحابة هذا لا ينقض الوضوء في الراجع من أقوال أهل العلم فيكون الناقض إذا كان النوم مستغلق فبالنسبة لهؤلاء الناس لو وجهتيهم بارك الله فيك وكون والله ما يروحون يتوضون عشان ما يقطعون الصفة غير صحيح الكلام هذا ما يجوز ويحرم للإنسان أن يصلي وهو على غير وضوء حرام عليه ولا يجوز بل عده العلماء من كبائر الذنوب وعظائم الأثام إن هو تعمد ذلك إن هو تعمد ذلك أما قضية قد يعني بعض الناس يقولك لا أنا غفيت غفوة بسيطة هذا ما فيه الوظوف الراجع من أقوال أهل العلم عموما الإنسان يعلم حتى لو كنت في الحرم تعلمين وتنصحين توجهين تقول كنت نائمة يا فلانة أو يا أختي مثلا أنت نائمة أنا سمعت شخيرك وغطيطك لو ذهبت تتوضئين مثلا لأن بعض الناس قد يجهل هذا الحكم فضل أبو فهد السلام عليكم عليكم السلامة الله سالنور والسرور الله عندي الولد الكبير اللي هو أمر الخمش وخمسين سنة تقريبا عنده أربعة أولاد الله فضلناه لك نعم فيهم الولد الكبير عبارة مدرس وأما بقية الأولاد هو مصغر يعني في الطلابة في المدارس نعم حاولت معاه بكل الوسائل أنه يترك عيالي يجوون أنه يزوروني فما يزورون إلا في العيد في كل بعض الآيات نوص الساعة أما الولد الكبير فلس سنتين ما شفت أسأل ليش يا ابني بالشكل قال ما هو بضروري أنا أزورك وأما هو شاف أنهم يزورونك فما أعرف حكوي الشرع في هذا الموضوع هم شاكنين بنفس البلد يا أبو فهد أي ما بينهم حتى خمسة كيلو الله المستعان ما فيها ولا أربعة كيلو أي الله المستعان طيب قالنا على يا ابن الحلال أنت إن شاء تخاف الله وتتقل لكن يعني ما أقول ما يجهل هذا الشيء لأنه متدين متدين ولكن يعني الدين عندهم سهل بعضهم الله يهدين آمين آمين الله يصلحهم يا رب يصلح للجميع جزاك الله خيرك أرحب أبشر 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 يا أبو فهد أبشر إن شاء الله أمت الله نعم فضلي السلام عليكم يا كيف عليكم السلام سؤالك الأيتي والتي ذهبت للعمرة وأحضرت سجادات للصلاة وحلفت أن تضحى في بيت من بيوت الله ولكن ما يؤرقها أن بها زخارف كثيرة وأنت في حلقات سابقة قلت يفضل أن تكون سجادة الصلاة بدون زخارف حتى لا تلهي المصلي فالسؤال ماذا تفعل هل تضع السجادات في المسجد كما حلفت وإذا كان لا هل عليها كفارة إن شاء الله أمت الله ولا تنسى والدتي من الدعاء الله يحفظها يا رب شكرا فضل أبو سالم السلام عليكم السلام وإبت الله بركاته كيف الحال يا شيخ أرحب أبو سالم الله عفيف الصحة والعافية عافيك شيخ عندي أربع سؤالات رحمه والديك فضل طال عمرك أنا أروح للمسجد والمسجد مغلق وأصلي الشجع والوتر وقيام الليل هل يوم يفتح المسجد أصلي بعد تحية المسجد ولا خلص السك في أصلي خارج المسجد الشفع والوتر خارج المسجد الشفع والوتر وقيام الليل لأنه أروح قبل ما يفتح المسجد تقريبا طيب والمكان داخل صور المسجد ولا خارج صور المسجد عند الباب عند الباب المسجد فيه فراش إن شاء الله أكبر سؤال الله أطول عمرك أياما أجي من عمان وكن في المدام بيدنا المغرب علينا في أول المدام هل أجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء ولا بس أصلي المغرب وأصلي العشاء الشارقة إن شاء الله يا أبو سالم شاء الله خير سؤال أطول عمرك أي كثير من الناس يكرون يعني في التلفونات في المسجد ما يفتح القرآن فأصبح القرآن كمهجور يعني ما بالك بيها السيادة يعني يعني يقرعه من المحمول لا تتيله من الموبايل نعم إن شاء الله نعم طال عمرك السؤال الرابع أنا أختم القرآن كل أسبوع بس أنا أقرر القرآن بسرعة عشان أنا أخلص كل أسبوع هل هي جائز ولا كيف شيخ شاء الله شكرا 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 أرحب أبو سالم السلام عليكم من تضير يا محمد السلام عليكم عليكم السلام أبو الله لذاك الله خيرا عنا جميعا يعني ما بسرت معا بس سؤالي يعني في الآية 58 النقال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيام أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطورة طبعا بحسب التسي إنه هدى القرى اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلك يعني قرى الأنبياء يعني فهي الكلام ده يعني مثلا يكون بس مخصور على تلك القرى ولا ممكن مثلا يعني يعني مثلا نضرب على البيحة الحالية يعني في العالم يعني شعر يا محمد طيب والسؤال الثاني يعني مثلا يعني 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 مثلا نسان عنده أخطأ في الصلاة ودار يصليها في نفس القرآن اللي قرأها به ولا يقرأها بأي صورتين يعني كيف عفوا محمد ما سمعت يعني دار أصلي أصلي مثلا السجدة فتدقني يعني أي ودار أصليها هل أصليها بنفس القرآن لأن قرأت بها ولا أصليها بأي قرآن يعني السجدة يعني سورة السجدة لا لا أنا دار أصلي أساسا يعني هذه في في ركعة سهوتي في ركعة أيوة أدار أصليها أيوة هل أصليها بنفس القرآن اللي أنا كنت قرأته بها ولا أقرأها بأي صورة يعني قمت تقوين هذه الركعة نعم 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 إن شاء الله أيوة طيب شكرا مرحبا أختي مرحبا شكرا طيب أرجع إلى الأسئلة الأخت مبراهيم من عمام بارك الله فيها تسأل تقول يعني كنت أنا في الحرم وكان هناك مجموعة من النساء يسعلون وتقول ما معيك كمامة تقول فصليت بالنقاب هل علي شيء أختي مبراهيم بارك الله فيك ليس عليك شيء كونك صليتي بالنقاب ليس عليك شيء ما دمت غير محرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين والنقاب المقصود فيه في الحديث الشريف ما أظهر العينين هذا هو النقاب لا كما يفهم الآن أقضى بالناس النقاب هو تغطية الوجه كاملة لا وما أظهر العينين فعموما إذا كنت قطيت وجهك سواء محرمة أو غير محرمة ما في بأس إذا كنت لبست النقاب وأنت محرمة لا أرتكبتي محظور اللي يظهر لي من كلامك بأنك أنت الآن انتهيت من العمرة وجلست صليين وخفتي من انتقال عدوى بسبب كثرة السعال وصليتي وأنت مغطية وجهك أو لابس النقاب اللي هو اللي جاء ضبطه في الشرع ما عليك شيء ولله الحمد والمن ومبراهيم من عمان تقول بأن أخاها خلص العمرة وبعد العشاء ما تحلل وراح وصلى الفجر وجاء وبعدين تذكر بأنه ما قصر رأسه ما قصر من شعل رأسه لبس الثوب وتعطر قبل ذلك ماذا عليه أختي مبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لأخيك عليه كفارة للبس المخيط وكفارة لاستعمال الطيب فدية وفدية الارتكاب المحظور إما صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح ذبيح يعني أخوك الآن عليه مثلا صيام ثلاث أيام عن لبس الثوب وصيام ثلاث أيام عن الطيب أو يطعم 12 مسكين ستة مساكين عن لبس المخيط وستة مساكين عن استعمال الطيب فيتخير أو يذبح ذبيحه لهذا وذبيحه لهذا أم إبراهيم من عمان تسأل تقول يعني ما حكم صلاة المرأة بثوب يزيد على ذراعين من جهة الأسفل أختي أم إبراهيم بارك الله فيك يجوز يجوز للمرأة أن تصلي بثوب سابق واسع أيضا طويل مثلا من من جهة الأسفل ذراع ذراعي لا حرج في ذلك الحديث الوالد حديثهم سلمة وإن كان محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد طبعا قالت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم تطيل المرأة يعني ذيلها يعني ذيل مقصود فيه ثوب قال شبرا قالت إذن ينكشف يا رسول الله الشبر هو ما بين الإبهام والخنصر الخنصر والإبهام هذا الشبر ما بين الخنصر والإبهام قالت إذن ينكشف يا رسول الله تنكشف القدم قال ذراع ولا تزيد ذراع ولا تزيد والمعنى بأن الأصل أن المرأة تستر بدنها لأن إطالة الثوب إطالة كبيرة هذه قد يسبب لها ضرر وأذى تتعثر مثلا أو مثلا يعني تجتمع أو ساخ مثلا في هذا الثوب لكن إذا كان في البيت ما فيه بأس بارك الله فيك أبو فهد من السعودية بارك الله فيه يقول عندي الولد الكبير عمره خمس وخمسين سنة عنده أربعة أولاد وذكر بأن يعني الأولاد منهم الكبير ومنهم الصغير يقول لا ما يزروني العيال ما يزروني يعني الكبير هذا من سنتين تقريبا يقول ما شفته والعيال الصغار ما يجون إلا في المناسبات يقول قلت لابني ليش عيالك ما يزروني قال ليس ضروري سألت أبو فهد قلت هم نفس المدينة قال ما يبعدون عني تقريبا لأربعة كيلو الله المستعان يريد أبو فهد نصيحة في هذا العجيب أن أبو فهد يقول بأن ابنه متدين الكبير هذا يقول متدين يا أبو فهد بارك الله فيك يعني هذه المسألة والله تؤلم هذه من المسائل المؤلمة يعني أنا توقعت أن الولد مسافر خارج الدولة وليعيش في دولة أخرى مثلا أنا ما قلت داخل يعني داخل الدولة داخل المملكة قلت يمكن أنه خارج الدولة لكن تبين بنفس المدينة وما بينك وبينهم إلا أربعة كيلو والله هذا أمر عظيم وخطير وهذا اللي أنا تحدث عنه قبل قليل فيما يتعلق بمسألة قطيعة الرحم يعني هذا يدل على قسوة في القلوب على تصحر في الصدور جفاف المشاعر على عدم فهم من آيات القرآن اللي يقرأها بعض الناس الآن ما شاء الله الله مبارك من أهل الجمع والجماعة من أهل القرآن ويعني ما شاء الله الله مبارك ما يمكن تحت أي مسوّغ يمنع الرجل أولاده من يزور جده أبداً أي مسوّغ لا يقول والله أنا إذا راحوا يجون زعلانين إذا راحوا يجون من ضايقين إذا راحوا يجونك أبداً هذا كلام غير مسموح فيه وغير مقبول أبداً هذا أب أنت يا أبو فهد أب لهم أنت أب لهؤلاء الأولاد يعني كونوا والله يعني ابنك تزوج امرأة وجاب عيال خلاص يعني انقطعت العلاقة هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح ولذلك رسالتي لابنك الكبير أقول يتق الله عز وجل ولما أقول يتق الله يعني يجعل بينه وبين نار الله وقاية وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه الأوامر في هذا ما هي صلة الرحم والنواهي قطيعة الرحم فإذا لقي الله عز وجل متعمد بهذه الطريقة الجد يبغى أحفاده يزرونه هو يقول لا غير ضروري هذا الكلام مرفوض شرعا وعقلا وعرفا وواقعا ولو عرضت على كل عقول البشر وكل أعراف الدنيا رفضوا هذا الشيء رفضوا هذا هذا كلام غير مقبول كلام غير مقبول وللأسف الشديد بعض الزوجات قد تكون عندها مشكلة مع أبو زوجة أو مع أم زوجة تروح تخلط الأوراق وتمنع أولادها من يزرون جدانهم وهذه يعني جمعت ضغطا على إباله وجمعت ظلمة على ظلمة كون هي دخلت معهم في مشكلة وفي نزاع تروح تعاقب عيالها بأنها تحرمهم من جدهم أو من جدتهم من جدتهم وهذا لا شك بأنه ظلم وحرام ولذلك لا يقول ابنك والله عيالي كذا ولا اللي في البيت كذا أبدا غير مسموح ما يمكن الوالدين خط أحمر مثل ما يقولون الأجداد خط أحمر خاصة وأن الأبو فهد متشفق على عياله عيال عياله متشفق عليهم يعني متأثر ويبغي يشوفهم كيف ولد عمره سنتين ما يزور جده يعني والمسافة أربع كيلو ما يخشى يعني سامحني ابنك هذا أن الله يسلط عليه عياله يعاملونه مثل ما عاملك في الطريقة هذه ما يخشى أن الله عز وجل يسلط عليه أحفاده أيضا يكرهونه يبغضونه مثل ما هو قاعد يتعامل الآن الواجب عليه أن يحبب عياله بجدانهم إذا عياله يشتكون قاله والله عند جدانه حصل كذا وكذا يقول لا ولو ما يجوز تتكلمون ولازم تصبرون والبيوت كلها فيها مشاكل وفيها كذا ما يقطع عياله القطيعة هذه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع وهذا لأهل الإسلام وبلغ لغير المسلمين هذا لأهل الصلاة صلاة الجمعة والجماعة إذا كانوا من أهل قطيعة الرحم حرام عليهم الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك إفساد في الأرض أن يقطع رحمه والعياد بالله تقطع ورحمه أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صلة الرحم نعمة من نعم الله عز وجل لأن فيها فوائد كثيرة وبركات أثيرة وعوائد ما يمكن يحصيها إلا الله عز وجل وأنا ذكرت قبل قليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يبارك لأهل البيت اللي عندهم تقصير في حق الله عندهم معاصي يبارك لهم في عيالهم وفي أموالهم بسبب صلة الرحم يدخل عليهم البركة سبحانه وتعالى وهم مقصرين في حق الله عز وجل لكن لما التزموا صلة الرحم بارك الله عز وجل لهم في أموالهم وفي أولادهم وفي ذراريهم وفي أعمارهم ويهديهم ربي سبحانه وتعالى لذلك أنا أوجه نصيحة لابنك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعالج إذا كان مشكلة موجودة يعالج ومثل ما يمنع أن يجلس معك يقول لك يا أبوي والله أنا عيالي من أخواني أو من عيال أخواني أو من عيال أختي يدونهم كذا مثلا أنت تقوم بعلاج هذا الشيء هذا إذا وجد أنا أفترض هذا الشيء لأن هذا غير منطق ما هو معقول ما هو معقول واحد يمنع عياله من جدهم والمسافة أربع كيلو يجون على الأقدام يمشون ما هو معقول أبدا فإذا فيه مشكلة يقول لك يا أبوي والله المشكلة كذا وحتى ولو الآن ما يقدرون في التلفون مثلا الهاتف الآن والتواصل مع الجد ومع الجدة هذا فرض هذا مسألة ميختيارية وليست مسألة معروضة والله تقبل ولا ما تقبل هذا فرض يجب على الولد أن يصل أباه يجب على ابن الأبن وبنت الأبن أن يصلوا أباهم يجب على البنت وعيالها يصلون جدهم هذا فرض وليس مسألة اختيارية ذوقية مطروحة لي والله أقبل ولا ما أقبل ولابد يزرع في نفوس الأولاد أن هذه فريضة وليست مسألة اختيارية ذوقية أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب ابنك وأن يهديه وإن شاء الله بإذن الله لما تعرض عليه هذا الآمر تقول له أخبرني وش اللي يجعلك تفعل هذا قضية والله مضروري هذا كلام مردود عليه غير صحيح أن يقول مضروري هذا حق لك لا تتسوله لا يجوز للابن أن يجعل والده يتسول عياله يجون عليه ما يجوز هو اللي يجيب عياله وهو اللي يحبب عياله بجدانهم وهو اللي يحرص على أن يكونوا أبر عياله أبر بجده منه هذا هو الأصل الصلاة تعالى أن يهدي ضال المسلمين أمت الله من ليبيا تقول والدتي ذهبت للعمرة وجاءت بسجادات وحلفت بأن هذه السجادات على في المساجد تبين بأن زخارف وسمعنا لك جواب على أن السجادات هذه ما ينبغي أن تكون فيها زخارف تقول ما العمل أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك و بارك الله في الوالدة وتقبل الله عمرتها و طاعتها و عملها و نيتها طيبة في وضع المألة السجادات في المسجد لكن عموما إذا كانت والله فيها زخارف يعني فعلا تشغل وتلهي لا ما تضعها في المسجد وتكفر عن يمينها مادام قالت والله العظيم لا أضعها في المساجد أتكفر عن يمينها بإطعام عشرة مساكين وتضعها عندها في البيت إذا كانت الزخارف يسيرة و يعني محتملة و موجود مثلها في المساجد مثل هذه الزخارف يعني خفيفة هي ما في بأس لو وضعتها برا بيمينها بارك الله فيك أبو سالم من الشارقة بارك الله فيك يقول أنا أذهب إلى المسجد مبكرا يعني أقوم الليل في المسجد خارج باب المسجد لأن باب المسجد مغلق و صلي الشفع و الوتر يقول إذا دخلت المسجد هل يلزمني أصلي تحية المسجد أبو سالم من الشارقة بارك الله فيك رضي الله عنك وتقبل الله عملك خلف هذا لا ما يلزم لأن الآن المسجد يطلق على كل ما أحيط بهذا السور كل ما أحيط بهذا السور الحوش وبناء المسجد هذا يسمى مسجد ولذلك هو وقف حتى العلماء يقول لا يجوز البيع والشراء في حوش المسجد حوش المسجد هذا ما يجوز البيع والشراء ولا يجوز المنادع على اللقطة في حوش المسجد لكن بر المسجد خارج السور عليه يا أخي الفاضل ما تحتاج إذا فتح باب المسجد أنك تصلي من جديد تحية المسجد يكفيك ما صليت في باحة المسجد من وراء الباب أبو سالم يقول أنا رجعت من عمان ووصلت إلى منطقة المدام يقول يعني لو جمعت بين المغرب والعشاء قبل ما آصل الشارقة في مشكلة لا ما في مشكلة أنك ما زلت مسافرا وما بين الشارقة والمدام مسافة سفر وفي صحراء فلذلك لو صليت في المدام دركت صلاة المغرب وجمعت معها العشاء ركعتين ما عليك شيء حتى لو أنت متيقم بأنك ستصل الشارقة على صلاة العشاء أو على وقت العشاء ما عليك شيء ولله الحمد والمن أبو سالم يقول أشاهد كثير من الناس يقرؤون القرآن عبر الجوال حتى أنهم هجروا المصاحب ما حكم ذلك أبو سالم بارك الله فيك المقصد الشرعي قراءة القرآن بأي وسيلة كانت تقرأ من المصحف تقرأ من الجوال من الكمبيوتر تقرأ من كتب التفسير تقرأ من أجزاء مثلا هذا يعني الوسيلة لقراءة المصحف ما عندنا نص تقرأ من حفظك لكن الأفضل ما أنا أتبق معك الأفضل أن القرآن ما يهجر هذا كتاب ربنا عز وجل اللي موجود في المصحف هذه نعمة ترى من نعم الله التطبيق الموجود يجعل الإنسان الحمد لله يقرأ وهو مثلا لم يحمل المصحف الكبير مثلا عنده في العيادة في الانتظار في صالة كذا في صالة كذا مثلا جالس ينتظر دوره مثلا يقرأ في هذا المصحف من الجوال هذه نعمة من نعم الله لكن الأفضل على أن لا يكون الإنسان يقرأ من المحمول دائما يجعل يعني القراءة من المحمول إذا احتاج إليه إذا احتاج إليه بارك الله فيك خلاص طيب أبو سالم باقي لك سؤال ومحمد من الشارقة أعتذر منكم إن شاء الله أتقيكم مباشر يوم الأربع القادم بحول الله لأن غدا فيه يعني إجابة على بعض أسئلة الواتس آب حالة يعني يوم استثنائي فيما يتعلق بيوم الثلاثة غدا بحوله ألتقيكم مباشر أم الأربع بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته